تعد معركة المنصورة بوجه خاص شاهدة على بطولة القوات الجوية خلال حرب أكتوبر المجيدة حيث قام سلاح الجو المصري في الرابع عشر من أكتوبر بالتصدي للغارات الجوية التي حاول العدو من خلالها استهداف مطارات الدلتا ومن قاعدتي المنصورة وأنشاص انطلقت الطائرات المصرية للاشتباك مع طائرات العدو في سماء مدينة المنصورة وسميت فيما بعد بمعركة المنصورة شارك في المعركة أكثر من 150 طائرات من الطرفين أظهر فيها الطيار المصري مهارات عالية في القتال الجوي واستمرت المعركة أكثر من 50 دقيقة لتعد أطول معركة جوية على مستوى العالم ونجحت القوات الجوية في إسقاط ثمانية عشرة طائرة للعدو رغم التفوق النوعي والعدادي لطائراته فكان يوما شاهدا على أهم المعارك الجوية خلال حرب أكتوبر ليكون الرابع عشر من أكتوبر من كل عام عيدا للقوات الجوية المصري معركة المنصورة اللي شفنا تقرير عنها دلوقتي هي كانت أطول معركة جوية في تاريخ الحروب وكلها التأرير ده أو الفيلر زي ما بنسميه عندنا في الإعلام هو شكل من أشكال التوسيق كلمنا في أول الحلقة عن أهمية التوسيق والتاريخ أو كتابة التاريخ في مسائل زي مسائل الانتصارات في الحروب الندوة التسقفية اللي شاهدناها النهاردة وتابعناها كلنا هي شكل من أشكال توسيق النصر وحكي حكايات النصر للأجيال لأنه بدون التوسيق وبدون كتابة التاريخ مش هيموت تقريبا كل ما هو تم إنجازه لكن هل التاريخ عندما يكتب وعندما يوسق بتنتهي الأمور لحد كده ولا يجب حماية التاريخ من التشويه لأنه إذا كنا بنتكلم عن توسيق من خلال ندوات من خلال كتب من خلال أعمال فنية أفلام كل ده بيوسق لكن هناك من يأتي عمدا أن يشوه هذا التاريخ اللي بيحكي عنه دايما المنتصر إلى أي مدى هتؤثر الندوات التسقفية والأعمال الفنية على توسيق النصر أكتوبر المجيد وإزاي نحمي تاريخنا من التشويه اسمحوا لي أرحب في فقرتنا الرئيسية اللي بنتكلم فيها عن التوسيق وحماية التاريخ من التشويه مع ضفنا اللي بينورنا الدكتور جمال شقرة أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة عين شمس دكتور جمال برحب بحضرتك معنا في التاسعة وكل سنة وحضرتك طيب أهلا بحضرتك وكل سنة وانت طيب وكل سنة ومصر عظيمة وطيبة كتابة التاريخ وحضرتك أستاذ تاريخ معاصر ما تم كتابته حتى الآن عن نصر أكتوبر وده سؤال هنبدأ به الفقرة هل هو كافي حتى الآن لتوسيق حرب أكتوبر ونصر الأكتوبر المجيد؟ لا طبعا غير كافي قول الواحد تمام يعني هو فيه كتابات كتيرة الحقيقة لكن عملية التوسيق الكاملة ليوميات حرب أكتوبر 73 لم تتم حتى الآن فيه مذاكرات لقادة الحروب فيه شهادات تاريخية للي شاركوا فيه بعض المعارك لكن توسيق كامل لكل لحظة من لحظات حرب أكتوبر 73 لم يتم عايز أقول لحظاتك أنه بمناسبة طول 25 عام على حرب أكتوبر 73 لا ده القديمة يعني أنا عايز أقول لها 25 كان ليه شرف أن أنا أحضر ندوة عملها عملية عملها اتعمت في وزارة الدفاع يعني وصدر عنها أربع مجلدات وأربع مجلدات من أروع ما يمكن لكن في التوصيات الخاصة بهذه الندوة قيل أنه لابد من التاريخ لكل والتوصيق لدور كل فرع من أفرع القوات المسلحة المصرية كل فرع هو طبعا فيه تناغم حدث في حرب 73 تناغم بين الأفرع المختلفة لكن كل فرع كان مكلف به دور يجب التاريخ لهذا الدور من خلال الوسائق من خلال اليوميات بتاع حرب 73 طبعا إحنا عندنا شهادات القادة ومذكرات القادة اللي شاركوا في حرب 73 بس ده مش كفاية دي بتمثل رؤية أحدية كل قائد بيروي من وجهة نظره أو اللي شافه على الخلق من خلال موقعه هو في المعركة لكن إحنا محتاجين لي يعني وزارة الدفاع تفرج عن كل الوسائق المتعلقة بحرب 73 هل عشان مش كافي زي ما حضرك قلت إن هو ما زال التوصيق غير كافي هل عشان كده إحنا كل سنة بيظهر لنا حاجات جديدة وتاريخ جديد عن انتصارات أكتوبر أكيد أكيد وده مهم جدا يعني إحنا قلنا ياريت أي حد عنده شهادات يقولها أي حد عنده يعني رؤية أو عنده احتكاك بالمعركة حتى من بعيد يقولها لأن المعركة ما كانتش معركة الجيش بس دي كانت معركة الجيش والشعب وبالتالي الشعب نفسه اللي عبد الناصر بعد سبعة وستين نبهه إنه يكف عن التنكيط على الضباط وعلى الجنود الشعب نفسه بعد شوية هو الشعب اللي بدأ يدفع بقى أولاده إلى المعركة كان طرف أصيل في المعركة ويطلب من أولاده إنه ما يرجعوش إما شهداء أو منتصرين جابين الناصر الولاد دول تاليخوا مموضوع الجنود بقى للأسف بقى قليل جدا ونادر جدا اللي كتب يعني أنا حكيت مرة إنه أحد جنود حرب اكتوبر اتصر علي ما عدت لي جواب بالبريد هو كان بيشغل في مسجد في بنها وهو قال أنا مش عايز حاجة أنا عايز أحكي لك بس دوري في الحرب اللي محدش يعرفه يعني وبدأ يحكي لي في الجواب بعض الأمور اللي هو قام بيها هو شخصيا هو زميله وكنت سعيد جدا بنا بس أنا زاوية مهمة جدا طبعا يعني على فكرة ديان قال المفاجأة في حرب تلاتة وصفين هي الجندي المصري الروح هو هو الانتقم هو الثقر بالفعل فالكتابات الحقيقة يعني احنا جمعنا شهادات القادة وذكراتهم لكن بنجد عند الكتابة ثغرات الثغرات دي موجودة في يوميات الحرب اللي مفروض إذا ما كنتش تضر بالأمن القومي المصري ممكن الإفراج عنها ممكن تكوين فريق علمي اشتغل على هذه الوسائق وهذه اليوميات وطلع لنا مجلدات فيها كل التفاصيل وإحنا مرور خمسين عام على حرب اكتوبر لا يوجد ما يمنع أبدا إنه حتى إذا كان وقع أخطاء إحنا ما فيش منع أبدا إن إحنا نسجل هذه الأخطاء ما فيش حاجة بتتمي بدون أخطاء صحيح قبل ما أتكلم عن دور مين المسؤول عن التوسيق هل الحروب عموما بيتم توثقها بشكل كامل مرة أحد هو طبعا إحنا في التاريخ حديث الحديث إحنا مصادرنا في كتابة التاريخ مصادر متعددة لكن أهم هذه المصادر هي الوسائق غير المنشورة والوسائق غير المنشورة للحروب هنا بتكون فيه وزارة الدفاع أو وزارة الحربية فيجب أن يتم الإفراج عنها بدل ما أنا كباحث أروح أبحث في الأرشيف الإسرائيلي مثلا أو أقرأ الرواية الرسمية الإسرائيلية عن حرب 73 إحنا بنعمل كده أو ألجأ للأرشيف البريطاني وشهادة السفير اللي هنا عن وقاع الحرب إذا كان هو قرب منها أو قرب من الشعب وكتب لي وزارة الخارجية أو الأمريكي كذلك أنا علشان نعرف السادات ما خدش القرار بسرعة عليه ما كانش قدامنا للوسائق الأمريكية وبعدين ظهرت مذكرات حافظ إسماعيل مستشار الأمن القوم المصري وهو بقى فوضح لنا وطبعا مذكرات هنا لكيسينجر اللي وضح لنا أنه فيه اتصالات سرية وأن السادات كان عايز يحل بالسلم ويكره إسرائيل أنها تتراجع مرة تانية وكيسينجر خزله لحد آخر لحد آخر جلسة مفاوضات اللي كانت في باريس لما نعرفش ده من محاضر من الاتصالات التليفونية مثلا بين كيسينجر وبين السادات طب ما تفرج عنها هم أفرجوا عنها في أمريكا طب إحنا لما نفرجش عنها إذا كان هو أفرج عنها في أمريكا مكتبة كيسينجر فيها الاتصالات العادية مع حافظ إسماعيل واللقاءات مسجلة وفيها كمان الاتصالات التليفونية على الأقل دي توضح لنا دور الولايات المتحدة الأمريكية الحقيقي بقى من خلال هذه الوثائق ووجهة النظر المصرية رفضا أو قبولا لما كان اترحه وزير خارجية ومصرش الأمن القومي الأمريكي هو حتى كيسينجر يعني مؤخرا اعترف أن الولايات المتحدة حولت منع هذا النصر بكل الطرق هو قال كده هو قال أنه كفاية أن إسرائيل تزواقت مرارة الهزيمة قال كده ولكن لا يصبح لمصر أن تستكمل بقى تدمير إسرائيل أو كذا لا هو طبعا إحنا عندنا مشكلة في الإفراج عن الوثائق آه صحيح فيه وثائق تخص الأمن القومي الأمريكي وعلى فكرة كل الدول كده يعني إنجلترا بتعمل كلوز على الوسائق اللي ممكن تهدد العلاقات بين الدول يعني 67 مثلا وثائقها كلها بالنسبة لبريطانيا مش مفرج عنها مقفولة آه أفرج عن جزء وجزء عمل عليه كلوز آه أفعل عليه أهلا ما عندناش مقنع بس نفهم بقى أن ده عشان الأمن القوم لكن الوثائق العادية يعني أنت بعيدة آه بالضبط بعيدا عما يتعلق بالأمن القومي وحضرتك كنت بتقول لي قبل الهواء إنه ما هو ده مهم جدا لأنه فيه تشويه أيوة ما هو ده بقى هيخدنا لبقى مسألة التشويه أنا بعد ما أوثق بالمتاح أمامي أي إزاي أحميه وإحنا بنتكلم بعد خمسين سنة الدنيا تغيرت يعني دلوقتي عندي سوشيال ميديا عندي أي حد يقدر يدخل يكتب يعني ويجيب وسائق بقى ما تعرفش هيجيبها مني لكن الأجيال اللي طلعة دلوقتي بيتقابل قدامها سوشيال ميديا وبيتقابل قدامها مراجع للتاريخ عن أكتوبر نحمي ده إزاي ما هو أنت تحميه بالإفراج عن الوثائق هو طبعا هي المهنة بتاعتنا مهنة صعبة إحنا بنقارن بين الروايات المختلفة لكن إنت لو يسرت لي الأمر وطلعت لي الوثائق المقفولة ده أنا عايز أقول لحضرتك إنه وثائق صورة 23 يوليو كلها مش متاحة لنا 23 يوليو ووثائق حرب 56 مش متاحة لنا إحنا بنرجع ليه للأرشيف الأمريكي أو الأرشيف النمساوي أو الأرشيف الكندي أو الأرشيف الفرنسي بنلجأ ليه للأرشيف دي لأن المقل مش متاح لنا الوثائق دي فهي مهمة على فكرة ويريت يعني الرئيس سيسي يشكل فريق علمي ويتم الإفراج عن الوثائق كل يؤثر على الأمن القومي وده شيء مش صعب يعني التعامل معاه لأنه زيما حضرتك قلت الجهة هي مسؤولة وتقدر تقول بالضبط يعني أنا أنا عاتب على المؤسسات المصرية يعني عاتب على في مسألة أشرف مروان مثلا إحنا ننتظر لما إسرائيل تفرج عن تتكلم عن أشرف مروان وزيما حضرتك هناك أمور يعني بتبقى يعني خارجة عن إدراك نحن وبتبقى يعني راجعة لأصحاب الأصحاب لكن هو ماشي لكن هو ماشي لكن احنا دلوقتي بنتكلم على الجنود العاديين اللي حضرتك أشرت بيهم على الأرض هل هناك من طريقة أخرى للحصول على وسائقهم لأنها بتحكي أبطال بتحكي حكايات بطولية تستفيد منها الأجيال اللي جاي يا ريت القادة اللي لا يزالوا على قيد الحياة ربنا يا ديوم الصحة برضو يساعدونا في أن هما يرووا روايات عن الجنود يا ريت وزارة الدفاع تدينا عنوين جنود ممكن نرقب عنهم ونعمل لقاءات يعني أنا ما عنديش منع أنا شخصيا أن نشكل فريق علمي من تلمزيتي اللي بيعلمون منه مجسر ودكتوراه معايا وينزلوا يقابلوا وينسافر وعلى نفائدنا نحن القرى والنجوع والعزب والمدن وينقابلهم وناخد منهم نسجل ده يعني طيب لو كلمنا بقى عن التاريخ اللي موجود حاليا اللي بيحكي عن النصر الشعب المصري كان عامل إزاي في أثناء الحرب لأنه هو كان ليه دور لا يقل أهمية عن دور القوات المسلحة بدعموا ليها هو النصر على فكرة نصر الجيش والشعب معهن بالزبط الشعب كان يعني مساند لقوات المسلحة ووقف جنبه واللي خاد الصدمة بتاع 5 يوني 67 الشعب والجيش معها الدولة كلها أخذت وانتفاضنا بسرعة بدأ الشعب ينتبه أنه لازم يسند الرجل الكبير زعيم جمال عبد الناصر لازم يوقف جنبه ولذلك عانى الشعب بمعاناة شديدة جدا ثم بعد ذلك بدأ يتجي بقى ليه المساهمة في المجهود الحربي التطوع فيه التطوع تم 68 من الشباب سابوا جمعوا وراحوا تطوعوا طيب هل دور الشعب المصري تم تقاريخه بالشكل الكافي في الفترة دي؟ يعني الذين تبرعوا للمجهود الحربي يعني أم كلسوم مثلا دورها تم تسجيله وتوسيقه مثلا البعض الفنانين تم توسيق دورهم لكن الشعب العادي اللي شارك في المجهود الحربي الشعب اللي تحمل الضغوط خاصة في المواد التموينية وما إلى ذلك لا والمهجريين واستقبالهم في المدر طب دي مشكلة مين بقى انه هو عدم تقاريخ الدور للشعب المصري يعني دي بعيدة عن جهات معينة ده دور المؤلخين اه طبعا يعني ده برضو محتاج فريق عمل لانه ده ما يعني ما ينفعش حد منفرد يقوم به ممكن تنعمل رسالة مجلسية او دكتوراه لكن احنا بنقول الاحداث الكبرى في تاريخنا اللي بيتم تشويها ومحاولة العبس بيها دي تحتاج فريق علمي يضع خطة لاعداد كذا مجلع انت عارف حضرتك في ظرف تاريخ معين عملنا ست مجلدات عن موقف مصري من القضية الفلسطينية فريق عمل كبير مطلوب ان يبقى فيه فريق زي ده لبعض ما هو ده اللي أنا كنت عايز سأل علي هل فيه جهات زي المجلس الأعلى للثقافة ان هو يتبنى مسألة تاريخ دور الشعب المصري في حرب اكتوبة عندنا الجماعية المصرية دراسات تاريخية عندنا المجلس الأعلى للثقافة لسي محتاجين دعم يعني محتاجين دعم اعتقد لو تم بالعرض الصورة بشكل هيكلي اعتقد الدعم سهل في الأمور اللي زي ديرين التاريخ لابد أن يكتب لحمايته من التشويه للأجيل الجي احنا هنرجع احنا بس فيه لسه فيه بعض النقاط هنرجع لها وخصوصا موضوع الأفلام تناول الأفلام لنصر أكتوبر وكل الحكايات اللي تمت في الشارع المصري هنروح لفاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم والدكتور جمال شقرة أساسي تاريخ الحديث والمعاصر بجماعة عين شامس ان التاريخ العسكري سوف يتوقف طويلا بالفحص والدرس أمام عملية يوم السادس من أكتوبر سنة الثلاثة وسبعين لنتمكنت الكوات المسلحة المصرية من اقتحام مانع صنات السويسة الصعب واجتياح خص برليف المنيع بعد أن أفقدت العدو توازنه كما قلت في ست ساعات ارجعنا تاني لحضراتكم في ليلة جميلة ليلة خاصة باحتفالات اليوبيل الدهبي لانتصارات أكتوبر المجيدة ومستمرين في الحديث مع حضراتكم عن التوسيق وتوسيق التاريخ وتحديدا تاريخ النصر ومعنا في فقرتنا الأخيرة الدكتور جمال شقرة اللي منورنا في الاستوديو أستاذ التاريخ والحديث والمعاصر بجامعة عن شمس برحب بحضلك مرة تانية ودكتور وبنتكلم على الدور الأساسي للشعب المصري أثناء حرب أكتوبر واللي جسدته الأعمال السينمائية سواء أفلام أو غيرها كان مهم جدا توسيق الجزئية دي جزئية ماذا قام به الشعب المصري أثناء حرب أكتوبر هل الأعمال الفنية جسدت بشكل كامل ما قام به الشعب المصري أو لا؟ إلى الآن برضو مش بشكل كامل مش بشكل كامل لأنه يعني لو أنه حدث زيارة لي العزب والنجوع والمدن والقرى في كل قرية وفي كل بيت في مصر بتلاقي ملحمة تستحق أنها تتحول إلى دراما يعني أقول لك مثلا اللي كان خاطب لسه كان متجوز اللي هو إحنا بعد سبعة وستين خريجي الجامعة بيروحوا بيدخل الجيش ما بيطلعش ما بيطلعش أي طب فبالتالي فيه وراهم قصص كتير قصص قابلت قصة مثلا معينة في خلال كتابتك لتاريخ النصر تستحق أن هي يتعامل عنها عمل فني؟ ده بطولات كتيرة مش قصة واحدة تفتكر هل تفتكر قصة كده مثلا؟ يعني أقول لك مثلا بدون ذكر أسمعي بقى يعني الأم اللي قالت الشاب اللي ما كانش راضي ياخد أجازة خالص ده دي قصة معروفة على فكرة لأنه أخوه استشهد في سبعة وستين فكله لما قلوله إنزل أجازة مش راضي إنزل أجازة لغاية ما تم العبور نزل فلما سألوا القائد أنت ما كنتش ليه بتنزل أجازة كنا بنتحيل عليك قالوا لأنه أنا كنت خاف أنزل هو من الصعيد كنت خاف أنزل إيه لما أجيب النصر وأقول أن أنا ثقرت ليه الله لا دي حكايات كثيرة حكاية من ألف حكاية وحكاية آه طبعا لكن الأفلام كان مفروض يعني تبقى تهتم أكثر وتبحث أكثر عن المسكوت عنه خلي بالحضرات كمان دكتور جمال إن معظم الأفلام اللي تعاملت عملت في وقتها أو بعدها فكان برضو كان فيه نوع من إن أنا عايز أوسق الموجود لكن بعد كده قعدنا فترة طويلة جدا ما نشوفش أعمال فنية عن نصر أكتوبر ده صحيح وده يعني ده تقصير لأنه على الطرف الآخر العدو بيعمل أفلام والعدو بينزل مؤلفات العدو بيشوه التاريخ العدو أعتقد أنه إحنا بس جعنا الفترة الأخيرة بدأنا نعمل عندنا الممر عندنا كان أيام السادات أنا أنتهز الفرصة وأحيي شؤون المعنوية القوات المسلحة الحقيقة عاملة جود غير عادي وكمان تاريخ الخمسة وعشرين يناير ولتلاتين يونيوم غير عادي هنا 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 هو مش عملية توصيق بقدر معملية إعداد مادة علمية للباحثين بعد كده ممكن ينهالوا من هذه المادة العلمية والمخرجين أيضا والفنانين لأنه في مادة علمية رائعة جدا في شؤون المعنوية القوات المسلحة لأنها ستعين بيها في كثير من الأحيان الأفلام الجديدة اللي بطول عليها حضرتك دي أفلام رائعة جدا والمفاجأة في هذه الأفلام أنه اللي شافها الشباب أكتر اللي أعجب بيها الشباب أكتر وده معناه أنه شبابنا يعني عنده جوع لمثل هذه الأفلام محتاج بس اللي يسردله أنا عايز أقول لحضرتك الدراما متأثيرها غير عادي أكتر من تأثير أي كتاب إحنا وإحنا صغيرين وفي مرحلة المراكبة أنا أتذكر أنه لما كنا ندخل نشوف فيلم الفريد شوق مثلا وهو بطل وبيحارب الظلم كنا نطلع عندنا نتشاء كده ونقعد نحكي للي نشوف صاحبنا نحكي لهم على الفيلم طبعا وأنا تمنى أنه نبقى المكان الممثل العظيم ده ونلعب دور بطولة بس لسه الروح دي موجودة في شبابنا لما بنشوف الأفلام والأعمال الدرامية موجودة بس محتاجة اللي يعني يخرجها لأنه هو مسكين يعني إحنا الجيل اللي تربع على الورق وعلى الكتب وعلى الروايات والأدب الجيل ده بيشوف حتى لو عنده هواية بيشوفه جوه الميدي فلو نزله حاجة مغلوطة معمولة بالزكاء الاصطناعي فيه أنت عارف حضرتك الوسائق الميديا نقطة تغير معنا الوسيقى نقطة واحدة لو حطيت شلت العرب حطيتها النقطة يبقى الغرب أو العكس بالزبط فهنا أولادنا محتاجين محتاجين يقروا تاريخنا يسمعوا حكاوي محتاجين تنسيق بين كل الوزارات المعنية بتربيد الناشط وتكامل الثقافة التربية وتعليم إعلام طبعا نحييكم على دور الجامعة طبعا نحن بنعمل في الجامعة لكن أعمال فردية يعني دي محتاجة تنسيق وتكامل زي ما قلت في بداية الحلقة إحنا لو قعدنا كل يوم في طول السنة نتكلم عن حرب وكتوبر وعن انتصارات حرب وكتوبر وقصصها الموجودة جوه المشوقة جدا يعني آخر حاجة اللي هو الجند اللي رفض ينزل من 67 إلى 73 دي قصة لوحدها وهتلاقي في السبع سنين دول مادة ثرية أنها تتعامل حكايات كتير لكن طبعا هو وقتنا للأسف زي ما قلت ساعة بقى 12 أنا بشكرة جدا دكتور جمال شقراء أنا أسعد ربنا أخليك دكتور كمال شقراء أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجمعة عين شمس وأشكر حضراتكم في نهاية حلقتنا اللي كانت خاصة ومخصصة للاحتفال بيوبيل الدهبي لنصر أكتوبر تصبحوا دايما على خير وعلى نصر وعلى عزة وكرامة ونشوفكم على خير إن شاء الله اشتركوا في القناة